طيب خلينا نروح لأخبارنا وفي البداية بابتدي بخبر منذ يعني لحظات نقول ساعة انتهت أو ساعة وأكتر يعني مثلا ساعة ونص انتهت مباراة الشباب فكرة السلة ما بين الأهلي والزمالك والتي كانت تقوام على صالة الشرية للدخان بالجيزة المباراة انتهت بعد فوز النادي الأهلي 81-79 بعد اكسرا طيب الشوط الرابع شاهد تفوق النادي الزمالك يمكن موصل الاسكور 65-55 نادي الزمالك ولكن بعد يعني أمور معينة حصلة أحكي لكم عليها لعيبة الأهلي نزلوا جزوا على سنانهم عوضوا الفرق تعادلنا عملنا اكسرا طايم كسبنا في الاكسرا طايم ألف مبروك طبعا لكابتال اسلام علي اللي كان ضفنا في استوديو التحليل اللي فات وكننا عرفنا منه أخبار الفرقة فبنقوله ألف مبروك ألف مبروك للعبين الحقيقة محمود وليد عندك مؤمن خيري عندك مالك أبو الفتوح عبدالله ناصر أنا مش عايزة أنسى حد يعني العيبة نجوم وعمر زهران والعيبة دول فيه العيبة كتير منهم متصعدين من تحت 18 كمان يعني بيلعبوا 18 و20 والحقيقة فازوا فوز كبير في وقت نازل زمالكا صفوف كلها مكتملة ولكن للأسف للأسف حصل شغب بعد المباراة ده مش احنا اللي بنقول اللي بيقول مواقع رسمية كتبة هذا الكلام احنا ما بنقولش الكلام على سنة نادي الأه على القناة نادي الأه ولكن احنا بنين النقلا عن مصادر زي ما عودناكم البوابة نيوز كتبت أخبار اليوم كتبت الوطن كتبت يعني كل المواقع كتبت احنا بنين عن المواقع عشان ما تقولش ان احنا منتبنا وجد نظر معينة وانتو قناة الأهلي ولكن للأسف الشغب ده يعني ويبدو ان اتحاد السلة عليه اتخاذ قرارات شديدة مش لحماية بس فرق معينها او حماية اللعبين ولكن لحماية اللعبة اللي اصبحت في خطر لانه طبعا مشهد ده بيتكرر كثير الحقيقة او تكرر كذا مرة في ملعب كرة السلة خلينا نشوف يعني سبيل المثال البوابة نيوز كتبة ايه بوابة نيوز كتبة احدى الشغب من سلة شباب زمالك امام الاهلي شهدت قمة شباب كرة السلة احدى الشغب كان بطلها نجل المدرب العام لصور من بعد المباراة وكانت منزلها برضو البوابة نيوز على او يعني مرافقة للخبر شهدت قمة شباب كرة السلة احدى الشغب كان بطلها نجل المدرب العام لفريق الاول بلاد الزمالك ياسر ياسين ياسر عبدالوهاب الذي قام بتوجيه وابل من السباب لفريق الاهلي ووصل اللاعب تصرفاته غير المسؤولة بعدما قام بقيادة بعض زملاء والاعتداء والاعتداء على حافلة النادي الاهلي اثناء مغادرتها صالة الشرق الدخان رافضا الخسارة التي تلقاها فريقه امام شباب الاهلي عصر اليوم في اطار منافسات بطولة الجمهورية وكان شباب سلة الاهلي قد تمكن من تحقيق الفوز على الزمالك بنتيجة 81-79 في المباراة جامعة الفريقين عصر اليوم بعدما انتهى وقتها الاصل بنتيجة 71-71 ليلجأ الفريقين الوقت ضافي شهد تفوق الاهلي والذي واصل امتصاراته في بوتورة الجمهورية دي البوابة نيوز ونفس الخبر مكتوب بنفس الصيغة او بنفس المعنى مكتوب في عدة مواقع حقيقة واحنا بننقل عنهم بس عشان من نملاش الوقت او من نبقاش منكرر نفسنا ولكن ده الحدث وده اللي حصل والحقيقة انا يعني كان فيه ثلاث لقطات في الملعب انا اتصلت بالناس وطمنت الحمد لله الفرقة بخير وكله تمام ولكن كان فيه بعض الاحتكاكات اثناء المباراة والاسف هي اللي عملت كده بعدما توجه احد اللاعبين لبنشي النادي الاهلي لما شاهد تفوق النادي الزمالك بعشرة بنت ذهب الى بنشي النادي الاهلي واشار يعني ان احنا خلاص يعني خلصنا عليكم ومن هذا القبيل مما اثار حمس لعبيت الاهلي الحقيقة احنا بنشكره شكرا ان انت غيرت دفة المباراة بطريقة انت ما كنتش متخيلة مش اجيب اسامي احنا نقلنا عن الموقع احنا بنحكي قصة وده حصل فعلا واللي في ملعب الارض ملعب عارف ان الموقف ده غير الدفة مية وتمانين درجة العيب الاهلي جزوا على اسنانهم حسوا ان ده يعني الموضوع ما بقاش بسكت يعني على الرياضة نزلوا حولوا الدفة من تأخر بعشرة بنت لتفوق باتنين بنت وبعد كده حصل التعادل في الوقت الاضافي في الفوز فالحقيقة مش دي الرياضة الرياضة مكسب وخسارة ان انا اعتدي وحصل اعتداء ايضا امام قط اللبس للأسف وعندنا بالاسامي وعندنا باللي حصل بالزبط بس احنا اكبر من احنا نقول بالتفصيل ايه اللي حصل ولكن برضو حصل كده في قط اللبس في ممر اللي بيقدي لقط اللبس الحقيقة الرياضة يعني في الاول والاخر هي اخلاق وروح رياضية الخسران بنقول له هارده لك الفائز بنقول له مبروك ولازم ده يبقى هو شعار المرحلة اللي جايه لنبز تعصب والغير 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 لانه الحقيقة وحشوفنا حتى كلمة كابتن محمود الخطيب مبارح في اليوم العلامي للرياضة اللي كان في مركز شباب الجزيرة الحقيقة كان كل كلامه جزء كبير من كلمته كانت متوجهة لنبز التعصب وان ده اساس بناء المجتمع وبناء الفرد السليم ان ببقاش فيه تعصب اللي اراءك او قراراتك او النادي اللي انت بتشجعه فالحقيقة احنا يعني بنطالب ان الدنيا تبقى احسن من كده وان الامور تبقى تدور في نتاق الرياضة احنا كنا ممكن نخسر وكان ممكن الزمالك يكسب يعني وارد محدش ابدا داخل مباراة وعارف انه مية في المية هيكسب شوفنا النهار ده ريال مدين برح ريال مدين وليفربول تلاتة واحد محدش كان يدر اتوقع النتيج دي لا اصدقوا لكم انه الرياضة اخلاق وقيم فلازم نرجع لده تاني حقيقة انا حبيت مش هقف كتير على الخبر بس انا حبيت اقولوا لحضراتكم عشان تبقوا عارفين الاخبار طيب في حاجة تانية برضو عايز اتكلم فيها احنا خلاص شهر ابريل ومايو هم شهرين الحسم في البطولات في النادي الاهلي الحقيقة انا كلامي مش موجه سواء الجمهور او لعيبة انا كلامي في الجنرال في العام انا لما كنت لعب كان يجي شهر مارس ابتدي اقول يا رب خلاص مجهود السنة وحصاد السنة كله في الشهرين اللي جايين هو ابريل ومايو يا رب اكرمنا عشان نقدر نترجم مجهودنا طول السنة الفوز كل واحد عليه دور يعمله في الشهرين دول وكل واحد يتعب اكتر عارفين موسم الحصاد للمزارع لما بيبطأ طول السنة بيزرع ويجي موسم الحصاد احنا في موسم الحصاد دلوقتي شهر ابريل وشهر مايو هي البطولات بتبتدي تخلص وهتشوف دلوقتي اخبارنا خلاص تقريبا رجال وسيدات احنا في نهايات الدوري او بطولاتنا تماما اللعب عليه دور لازم يركز ويرفع من تركيزه ويضحي وينسى اي حاجة تانية جنب الملعب نفس الكلام لا جهزة الفنية نفس الكلام جمهور دعم دعم متواصل دعم منتهل الحدود ليه عشان في الاخر ان شاء الله ربنا يكرمنا في البطولة وبعد كده نلتقط انفسنا ونصحح الغلط ونربط على ايد المجتهد فابريل ومايو وشهرين الحسب نتمنى كل التوفيق لفرقنا الرياضية في النادي الاهلي ان ربنا يكرمنا بموسم كبير اتدمناه بمركاته هو الاعظم في تاريخ النادي الاهلي وصولا بالمنافسات وصولا الى الادور النهائية اللي احنا فيها دلوقتي كل التوفيق لفرق النادي الاهلي اشتركوا في القناة